اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل يا طار اسم الفعل ماذي هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل يا طار اسم الفعل ماذي هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل يا طار اسم الفعل ماذي هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل يا طار اسم الفعل ماذي هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه؟ اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه؟ اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه؟ اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت ماذا كلمة ذلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه ولم يقبل علامة الفعل يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه اسم الفعل اللي هو اللي احنا بقى عليه هيهات اسم الفعل ده يا طار اسم الفعل ماذي؟ هيهات بمعنى بعود وشتانة بمعنى افترك وآه بمعنى اتوجه وآف بمعنى ايه؟ اتتجر وصح يعني بمعنى اسكت اتتجر وصح اتتجر وصح اتتجر وصح اتتجر وصح اتتجر وصح ترجمة نانسي قنقر